الله عزائي اليوم معنا حالة لمريض معاني من مشاكل وآلام في أسفل الظهر عمره 55 سنة وأرسل الأشياء على عيادة سكون ميد من شان نشخص له المشكلة تشخيص دقيق السلام عليكم معكم الدكتور فارس عرب مقدم قناة سكون ميد في البداية طبعا المريض عم يشتكي من الآلام من تقريبا تلات سنين ونصف نعم تلات سنوات ونصف وجرب عدة علاجات من ضمنها الحرق بالليزر ومن ضمنها الإبر إبر اللي داكلو فيناك أو مرخي العضلات وإبر الفيتامين بي 12 لفترات مطولة الآن هنشوف الحالة الحديثة لحالة أسفل الظهر عنده بناء على الأشعة الوردين بأسفل الظهر عنا على اليسار الأشعة الطولية وعلى اليمين الأشعة المستعرضة بنشوف دخلينا نبدأ من البداية هون عنا أربعة ديسكات نعم أربعة ديسكات لآخر فقرات قطنية في الظهر من الأشعة المستعرضة طبعا هون في الوسط نعم وسط العمود الفقري بنشوف أنه خسارة بإنحناء الفقرات القطنية صار في استقامة في أسفل الظهر طبعا هذا بيسبب آلام بيسبب تسلب بيسبب شد لفيء العضلات خاصة عضلات الخلفية صير فيها إطالة شديدة وآلام في الظهر أسفل الظهر بننتقل بنشوف حالة الفقرات نفسها الفقرات العظمية بنشوف أنه في بداية تعرجات وبداية خشونة الفقرات عم تزيد بكل ما نزلنا بأسفل العمود الفقري ممكن نشوف أنه مثلا صار فيه نتوآت بتبدأ بالفقرة الثانية القطنية نشوف صار فيه نتوآت هاي النتوآت ممكن أنها تصير مثل الشوك بيضغط على العضلات وبتسبب آلام هون بنشوف بالفقرة مثلا الرابعة صار فيه نتوء عظمي شديد يعني صار بشكل شوكي عم تضغط وصار فيه تعرج أو خسارة في نفس العظم والتهاب البيضاض هذا صار التهاب أيضا شوف بنشوف هون كمان هذا بيضغط على الأحشاء وبيضغط على محتوى البطن ممكن يسبب آلام بنتابع بنشوف أيضا حالة الدسكات الدسكات عم تبدأ من الأعلى للأسفل عم نشوف أنها خسرت الليونة خسرت السوائل صار لونها أكثر سودادا من الطبيعي وهو اللون الرمادي فبنشوف أنه كل مالا عم تصير لونها داكن أسود وهذا بيدل على فقدان الليونة بيصير حالة تصلب بيصير المريض صعب أنه يتحرك صعب أنه ينحني صعب أنه يمشي تسبب مشاكل وآلام وصعوبة بالحركة بسبب الآلام تسبب أيضا صعوبة بالمشي ومريض بيصير صعب عليه أنه يمشي بشكل مطول كل ربع ساعة بيصير بيتألم بسبب خسارة المجال الحركي بنتابع بنشوف أيضا حالة الدسكات نرجع على الوسط نعم هون الوسط نشوف أنه صار في نتوآت نتوآت في الدسكات الدسك L2L3 في نتوء واللي تحته كما في نتوء واللي الأخير بين L5 و S1 كلها في نتوآت طبعا هين هاي نهاية الحبل الشوكي وهذا السالت المحيطة بالحبل الشوكي هون صار فيها اختناق الآن ممكن أن نشوف مخارج الأعصاب ننتقل الجهة اليمين أول هون الجهة اليمين أول نشوف أنه هون الجهة اليمين مخارج الأعصاب أيضا فيها واضح مثلا بشكل واضح هون على L4L5 صار في اختناق للأعصاب ضغط عليه فيبدو أنه الضغط صار مركزي وطرفي بنفس الوقت نشوف الجهة الثانية اليسار نعم حتى هون في اليسار صار في اختناق لمخارج الأعصاب الفورامين نرجع الوسط نعم كمان ممكن نلاحظ نحن عما نتنقل منشوف انه في ضمور في العضلات في عضلات الظهر طبعا نبدأ من هون نشوف انه زيادة الدهون تحت الجلد وخسارة في كتلة العضلات العضلات هي باللون الداكن والأبيض هو اللون الدهون فمنشوف انه صار في خسارة في العضلات او ضمور في العضلات وزيادة التحشي تحشو الدهني بنشوف نتابع ايضا واضح انه الدسك مركزي ممكن انه ننتقل الان للأشعة المستعرضة نرجع للدسك التو التري بنشوف ممكن نكبر هون نعم ممكن نشوف هون التعرجات هون صار يبدو انه في واضح حقن في الدسكات لانه التعرج طبعا هذا غير طبيعي لانه الدسك خسر المادة الهلامية اللي فيه والسوائل اللي فيه فصار لونه داكن وصار فيه تعرجات مثل الخطوط والخط الاملس تبع الدسك طبعا صار فيه تعرج واضح تضغط على الحبل الشوكي ومخارج الاعصاب فهي كلها بتسبب الام وبسبب تصلب ومشاكل بتبدأ من الحوض وبتنزل على الرجلين حتى ممكن تنزل للساقين واسفل القدمين تسبب الام وحرقان ننزل ايضا لدسك ال تري الفور ايضا نفس الحكاية خسرنا خسر التعرج الاملس عفوان السطح الاملس وصار واضح فيه نتوء سواء على الحبل الشوكي الضغط على الحبل الشوكي ممكن يسبب الحرقان ممكن يسبب الخدر ممكن يسبب التنميل والضغط على المخارج يسبب الالام وايضا الخدر ننزل للدسك اللي تحته ايضا وممكن نلاحظ طبعا اثار الحرق اثار عملية الحرق للدسك هاي كلها اثار لعملية الحرق وبنشوف ايضا المفاصل تبع الفقرات صار فيها ايضا خشونة وخسارة للسوائل تبع الدسك وبنشوف ايضا صار فيه خشونة في الرباط الاصفر في اسفل الظهر صار في ايضا التهاب وضغط على الحبل الشوكي وضمور في العضلات واضح نفس الحكاية في ايضا الدسك الاخير 5S1 ايضا صار فيه واضح كمان اثار عملية الحرق بشكل عام المريض حالته متقدمة لعدة امور وهي انه النتوء الدسكات في اربعة مراحل وخسارة فيه كتلة العضم والعضلات والخشونة والنتوءات وايضا بنفس الوقت خسارة اليونة الدسكات فالحالة متقدمة ممكن انه نوصف تماريا لتخفيف الالم في هذه الحالة نسأل الله له الشفاء والعافية فهذا تقريبا كامل التشخيص النتوء الدسكات من الطرفين طبعا من الامام والخلف بشكل واضح النتوء الامامي ما بسبب الام اكثر منه بسبب انه من الخلف الضغط واضح على الاعصاب هذا اكيد بفسر اعراض المريض وهي الالام والحرقان صعوبة المشي طبعا همشي بصير المريض بيتألم سواء في كل حركاته حتى في وقت الراحة حتى في وقت الراحة ممكن المريض ما يتألم ويشعر بمشاكل الدسك اذا قام للمشي صعب انه يمشي لفترة طويلة صعب انه يجلس فهذه كلها بسبب المشاكل في هذه الفقرات نسأل الله له العافية وندعو له بالشفاء وشكرا لكم اشتركوا في القناة